اسم التجربة الحمل الحراري Conviction الهدف من التجربة ملاحظة الحمل الحراري في الماء عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة الحذر من الماء الساخن وعدم لمس قطعة النقود باليد وهي ساخنة أدوات التجربة لهب بنسن كأس زجاجية ساعتها 250 مليلترا مملوئة ماء على درجة حرارة الغرفة كأس زجاجية ساعتها 50 مليلترا صبغة طعام قطعة نقط فلزية ملقط قطارة خطوات إجراء التجربة نسكب قليلا من الماء في كأس زجاجية ساعتها 50 مليلترا نسخن الكأس حتى يغلي الماء بوساطة لهب بنسن نضع القطعة الفلزية في الماء الساخن بحذر وننتظر دقيقة واحدة نرفع القطعة النقدية ونضعها على الطاولة نضع فوقها الكأس التي تحتوي على الماء بدرجة حرارة الغرفة باستعمال القطارة نضع قطرة من صبغة الطعام بالقرب من قاعدة الكأس نراقب مدة من الزمن فنلاحظ صبغة الطعام تتصاعد إلى الأعلى من المنتصف وتعاود الرجوع إلى الأسفل بصورة دائرية النتائج تنتقل الطاقة الحرارية من قطعة النقد إلى الكأس الزجاجية بحيث تزداد سرعة حركة جزيئات الماء وتتباعد عن بعضها بعضا وتقل كثافتها بينما يبقى الماء البارد الأكثر كثافة في الأعلى ونتيجة لذلك يتحرك الماء الساخن إلى أعلى ليحل محله ماء بارد ثم يسخن الماء البارد في الأسفل فيرتفع إلى أعلى وهكذا تستمر الدورة في صورة تيارات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر